بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمعوا لي في مستهى الكلمة هذه أن أتوجه بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين قلالة الملك سلمان بن عبد العجيز آل سعود على استضافة هذا الحدث الهام في تاريخ العلاقات العربية الصينية وعلى المستوى الرفيع من التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي هي خصال راسخة في مملكة الخير والمبادرة والعطاء كما نعرب عن خالص اعتزاجنا وتقديرنا لهذا البلد العظيم تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العجيز وشعبه الكريم على دوره الريادي ونهضته الفريدة التي مثلت قصة نجاح غير مسبوقة وبإلهام من رؤية عشرين ثلاثين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العجيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما أتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس شي جين بنك رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة التي تربطها باليمن وشعبه علاقات تاريخية متينة تمتد لعقود طويلة من الزمن وعلى جهوده الحثيثة في إنجاح هذه القمة لتكون محطة انطلاق لتعزيز العلاقات العربية الصينية وأساسا متينا لشراكة عربية صينية نحو مستقبل مشرق قوامه المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلي للدول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تمثل هذه القمة الأولى من نوعها فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية لشعوب المنطقة العربية والشعب الصيني الصديق من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون ورؤى موحدة للسلام والتنمية المستدامة وإننا هنا نؤكد اعتزازنا الشديد بعمق العلاقات التاريخية العربية الصينية كما نثمن ونحي موقف الصين الثابت والمساند للحكومة الشرعية في بلادي وأمن واستقرار بلادي أيضاً وسلامة أراضيه وفي المقابل نجدد مواقفنا الملتزمة من مبدأ الصين الواحدة ولا شك أن ننعقد هذه القمة يأتي في ظروف مثالية لمقاربة تطلعات بلداننا وشعوبنا في عالم تعصف به النزاعات والحروب والفقر والجوع والتشرد فضلاً عن تداعيات التغير المناخي الحاد وما يتطلبه ذلك من جهود مشتركة لتعزيز التضامن الجماعي وعدم ترك الدول الأقل نموًا غارقةً في الصعاب بعيدةً عن الركب لذلك تعين علينا في هذه المرحلة الحاسمة الاستفادة القصوى من المبادرات الإقليمية والدولية السانحة بما في ذلك الحزام والطريق والشرق الأوسط الأخضر جنبًا إلى جنب مع مضاعفة جهود صناعة السلام والإبداع والريادة لكن دعوني أكون واضحًا معكم بالقول أن المضي قدماً في هذه المبادرات بحاجةً أولًا إلى إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وفي المقدمة دفع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إلى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون بلادي وتزويد ميليشياتها بكافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً ومن جانبنا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة فإننا سنواصل العمل معكم من أجل السلام الشامل الذي يستحقه شعبنا اليمني وفقًا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216 الأخوة الحضور إنما يواجهه اليمن لحلقة مهمة في أرث طريق الحرير بمعابره البرية الشاسعة ومنافذه وجزره الاستراتيجية وخلجانه المتشاطئة مع دول المنطقة بين مضيق باب المندب وقناة السويس سيكون اختبارًا هامًا لتجمعنا هذا وسيظل كذلك تحديًا للعالم أجمع لذلك فإن هذه القمة ينبغي أن تمثل استجابةً واعية واستشعارًا واقعيًا لهذه التحديات المحدقة بأمننا الجماعي والتزاماتنا ومسؤولياتنا أمام المجتمع الدولي وإننا نأمل ترجمة ذلك إلى استراتيجيةٍ موحدة لمواجهة تحدياتنا المشتركة وفي المقدم دعم شعبنا اليمني ومساندة حكومته الوطنية وإصلاحاتها الاقتصادية والخدمية في مواجهة المشروع المتطرف للميليشيات الحوثية الإرهابية وتخادمها مع تنظيم القاعدة وداعش والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي طال أمدها والتعاطي السريع مع خطر الإنسكاب النفطي المحتمل من الناقلة صافر في البحر الأحمر قبل أن يضعنا التسويف جميعًا في قلب المواجهة مع أزماتٍ كبرى خارج السيطرة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأخوة الحضور يقول الصينيون القدامى إن الإنسان عندما يتوفر له ما يكفي من الحبوب يكونوا مؤدبًا كما أنه يميز بين الكرامة والذلة عندما يؤمن له الأكل والملبس وخلال السنوات الماضية دمَّرت الحرب مدن اليمن وأريافها وسحقت سبل العيش وحولت البلاد إلى بؤرة نشطة لتصدير العنف وتغذيته بمجامع الفقراء والجوعاء في محاولةٍ لتحويل بلادنا إلى نقطةٍ انطلاقٍ لتهديد أمن المنطقة ونظراً للاعتداءات المتكررة من جانب تلك الميليشيات على الشعب اليمني ودول المنطقة قرر مجلس الدفاع الوطني تصنيفها منظمةً إرهابية وهو الإقراء الذي يتطلب دعمكم الجماعي كخيارٍ سلمي لإحياء مسار العملية السياسية مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع المواطنين وإنني أنتهز هذه المناسبة ليعروب شكري لكافة الدول العربية التي دعمت قرار التصنيف من خلال جامعة الدول العربية كما نُجدد موقفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدش الشرقية أصحاب الجلال والفخامة والسمو لا يزال تحالفنا مع أشقائنا بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أقوى التحالفات التي عرفها العالم خلال العصر الحديث حيث كانوا معنا على طول الطريق في الدفاع عن دولةٍ عضوٍ في الأمم المتحدة ختاماً أبارك لكم نجاح القمتين السعودية الصينية والخليجية الصينية وأتمنى لقمتني هذه برجاسة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نجاحاً مماثلاً وأن تشكل مدخلاً وإطاراً جامعاً لتحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والسلام والاستقرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر